سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقات السابقة توصلنا لكون المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وفي هذه الحلقة سنكتشف المزيد من قدر الأقصى في ديننا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء والحديث طويل لكن هذا هو المقطع الذي أريد أن أناقشه الليلة لنعرف المزيد عن قدر الأقصى طبعا هذا الحديث يستخدمه الحاقدون على الإسلام في السخرية يسخرون قائلين نبيكم ركب حمارا أبيضا وصعد به إلى السماء أو الحصان المجنح ونحن نؤمن بما قاله نبينا ونؤمن بصدقه ونؤمن بقدرة الله تعالى الذي خلق قوانين الطبيعة أن يخرق هذه القوانين وأجيال الإسلام آمنت بذلك قبل ميلاد أينشتاين صاحب النظرية النسبية التي أثبتت صحة ما ورد في هذا الحديث من الناحية العلمية وصف النبي صلى الله عليه وسلم البراق بأنه يضع حافره مد بصره يعني عنده منتقر فيه ما معنى هذا؟ يعني آخر مكان يراه يصل إليه في نفس اللحظة التي يراه فيها ما معنى هذا؟ معنى أن سرعته هي سرعة الضوء يتحرك بنفس السرعة التي يرى بها أو أسرع؟ والنظرية النسبية التي وصل إليها أينشتاين في القرن العشرين تقول أن أي جسم يسرع حتى يصل لسرعة الضوء تصبح كتلته لا نهائية وهذا يحتاج إلى طاقة لا نهائية فهذا في عالمنا مستحيل الجسم سيتلاشى من عالمنا الجسم نفسه سيختفي والزمن أيضا سيختفي معه ولا بد من اللجوء لقوانين زمان وكتلة نسبية وليست قوانين الطبيعة التي نعرفها في عالمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أسري به من عالم الشهادة إلى عالم الغيب حيث لا أجسام أو أجسام لها طبيعة مختلفة وحيث لا زمان أو زمان له طبيعة مختلفة لذلك هذا يحل لغز الوقت الذي استغرقته رحلة الإسراء والمعراج قريش كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنهم يضربون أكباد الإبل إلى الشاب شهرا كاملا ويعودون في شهر آخر بينما هو ذهب وعاد في ليلة لا هو لم يذهب ويعود في ليلة يا لحظة لحظة أو لحظات معدودة لأن قوانين الزمن تغيرت بالنسبة له خرج من عالم إلى عالم آخر له إحداثيات مختلفة بمجرد ركوب البراق والتحرك بسرعة قوانين الطبيعة تغيرت كلها بالنسبة للأجسام وللزمان أو الوقت يعني في هذه اللحظة الشبهة الثانية يعني لماذا تكلم بهذه الطريقة الغير علمية وهو يصف البراق وصفوا أنه حيوان بين الحمار وبين البغل إلى آخره ماذا كانوا يريدونه أن يقول يريدونه أن يقول مثلا ركبت صاروخا أو مركبة فضائية أو طبق طائر وناسوا أنه يكلم أهل الزمان بما يفهمونه لو أخذنا رجل من القرن السابع إلى أحد المطارات في إحدى البلاد وجعلناه يشاهد الركاب يركبون طائرة ثم يغلق الباب وتقلع الطائرة وووقف أمامها ثم أعدناه مرة أخرى قرونا إلى الوراء ليشرح لقومه ما رأى في المطار ماذا سيقول؟ ألن يقول رأيت طائرا ضخما من المعدن له جناحان طويلان ومئات الناس يصعدون ويدخلون في بطن الطائر المعدني ثم أصدر صوتا يصم الآذان وطار بهم في السماء هذا الشرح بالنسبة لنا في زماننا سنجده شرحا مضحكا لكن إذا فكرنا قليلا سنجده شرحا دقيقا جدا لعملية ركوب الطائرة وإقلاعها ولكن بلغة أهل القرن السابع أنا ما يهموني هنا هو وضع المسجد الأقصى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف ثم عرج به إلى السماء من المسجد الأقصى إذن المسجد الأقصى هو مسر النبي يعني أسري به إليه وهو بوابة السماء وفيه التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا وصلى بهم إماما في إعلان عالمي عن وحدة كل الرسالات في دين واحد وكل القادة اجتمعوا على مبايعة خاتم النبيين والإعلان لم يكن من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بل من المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه صحيح أن هذه الآية قد نزلت في حادث تحويل القبلة لكن صيغتها صيغة عامة باقية إلى يوم القيامة وتجعل القدس والمسجد الأقصى في قلبها هو رمانة الميزان في الحكم على كل إنسان حاكم أو محكوم إن كان مع القدس وأهلها فهو صادق وإن كان عدوا للقدس وأهلها فهو منافق خائن مصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بوابة السماء النبي أسري به من مكة إلى القدس ثم من القدس عرج به إلى السماء القدس ليست قضية كل الناس بل هي قضية الشرفاء فقط الذين يقفون في صف شعب مظلوم متهد إذن الأقصى هو أولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرمين الشريفين وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم وبوابة السماء والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم بإذن الله في حلقة قادمة سنخوض معاركنا معهم وسننضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتاري سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد ذلك